طبعا نعرف فقط بهذا البرعم الصغير الذي لا يتجاوز عمره 14 سنة 8 سنوات الذي لا يتجاوز عمره 8 سنوات هذا البرعم علي بن تركي كان قد شاركنا في برنامجنا هذا بتلاوة وكنا قد حملنا أنفسنا مسؤولية أن نستضيف المتميزين ممن يشاركوننا في برنامجنا هذا بتلاوة أو بمتابعة أو بغيرها فشاركنا بتلاوة وشد انتباهنا وأسماعنا إلى تلك التلاوة والآن بإذن الله تعالى يرافقنا في حلقتنا هذه أهلا وسهلا بك علي بن تركي 8 سنوات يقرأ يدرس سنة ثالثة ابتداء هكذا وهو من ولاية وادي سوف من دائرة حسان عبد الكريم طبعا خلينا ناخذ بعض المعلومات من عند علي المتميز ما شاء الله لا قوة إلا بالله علي كم تحفظ من القرآن؟ 14 حزب ما شاء الله تحفظ 14 حزب؟ وفي أي مدرسة تقرأ؟ في مدرسة الإرشاد والإصلاح الإرشاد والإصلاح التي يتصدر أي شكون ليدرس فيها ويقايم عليها؟ شيخ صالح هيما شيخ صالح هيما ما شاء الله لا قوة إلا بالله طبعا من هذا المنبر شيخ صالح هيما كتب الله لنا أن نلتقي في عدة نشاطات وهو من النشاطاء والناس اللي يربي سبحانه فتح عليهم باب العمل فزادك الله حرصا زادك الله قوة زادك الله همة يا شيخ صالح هيما من هذا المنبر اللي يراك كما نقوله نحن تقف على ثغرة عظيمة من ثغور هذا الدين فجزاك الله عنا كل خير هذه المدرسة اللي يترأسها الشيخ صالح هيما واللي حفظت فيها 14 نحيز طبعا فقط للتنبيه أن علي من عائلة كلها حافظة للقرآن وأهل الواد ما شاء الله يعني انتشر فيهم الخير وانتشر فيهم هذا المدارس القرآنية كيف حتاجاتك الفكرة باش تروح للمدرسة احكي لي نتبادل أطراف الحديث علي كعطيت الخوية الجائزة وليت عدد صحاب نحفظ نحفظ ما شاء الله يعني هذا هو اللي يشدك باش تروح للمدرسة نعم يعني كان من سبقه من إخوته اللي ربي سبحانه وفتح عليهم بيحفظ القرآن أخوه اللي هو سبقه إلى حفظ القرآن في تلك المدرسة فكنا حاضرين وكنا يعني من الناس لحضروا حفظ الاختتام الحفظة والمجازين في تلك المدرسة وكان معانا علي حاضر فشده هذا وحب ينتقل إلى هذه النقلة النوعية اللي انتقل إليها أخوه هكذا حبيت يعني تحفظ القرآن وتكون كما أخوك هكذا ما شاء الله ما شاء الله معانا مكالمة ثم نرجع للحوار ماذا بي أن تعبكش صح ماذا بي أن أخذ منك معلومات حتى تكون قدوة لأمثالك من البراعم قالوا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا للأخت الكريمة أهلا بيكم أهلا بيكم أهلا بيكم أقل الله لك يا شيخنا وجميع أجر والمكوبة والجزاء العظيم جزاء الله يبارك فيكم ما شاء الله والله نحن دائما معترفين بل نعترف دائما أننا بكم ولولا أنتم لما يعني تمسك الإنسان بهذا كله فجزاكم الله عنا كل خير أولا وآخرا أمين إن شاء الله الأخت الكريمة من أي منطقة أنت يا أنا من وليتي بازا آتي بازا ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا شالكين ابتلاوة تفضلي استعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات من فضلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم نطقم لحلم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نعم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم غنى مليح أشفع الغنى نعم أعيد من فضلك والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أعيد من فضلك والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم نعم والله بما تعملون بصير أعيد من فضلك والله والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار غني مليح الغنى في النهار يولج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ما شاء الله الأخت الكريمة نعم في هذه الآيات عند رؤوس الآية من سورة الحديد كلها تخلاص تقريبا بالراء نعم وصفة التفخيم أو الترقيق أو التقليل على الراء صفة عارضة نعم وليست صفة لازمة ولهذا لابد من بيانها والله بما تعملون بصير لا سيما أن الراء من حروف من الحروف المتوسطة البينية فجريان هذا الحرف جزئي وانحباسه جزئي لا هو بالشديد ولا هو بالرقو وما عدا هذا ما شاء الله قراتك طيبة حروفك ظاهرة صافية تقرأين يعني تحضرين حلقة التجويد يعني حقيقة يعني في الأنترنت ما شاء الله يعني في الأنترنت أداءك طيب لو أنك تلتزمين مع الشيخ ما شاء الله لشيخة يكون أحسن وأحسن زادك الله حرصا بارك الله فيك أداءك طيب حروفك صافية ما شاء الله لو لو ربي يتمم خيره إن شاء الله وتلقاي الشيخة تتعلمين على يديها أكثر وأكثر فالإتقان مراتب بإذن الله الأخت الكريمة منتي بازا جزاك الله عنا كل خير شكرا الأخت منتي بازا يعني كان قراءتها يعني في عمومها طيبة فزادك الله حرصا نعود إلى ضيفنا البرعم الكريم علي علي أنا فقط أسألتك سؤال وقلت لك وين قريت وما شدك إلى أن تقرأ قلت لي انتبهت إلى أن يعني الأخ الأكبر التاعي هو اللي شدني بأن أكرم وكرم في محافل حضرها ختمة ومجازين وانتايا مشيت على منواله صح أقول لي شكون اللي راهو يترأس ويعلم فيك الحفظ والتجويد أستاذ فاطمة الشيخ حمد أرفع لي صوتك وأعود لي أستاذ فاطمة والشيخ حمد الشيخ حمد والأستاذ فاطمة هم يعلموا كيف طريقة الحفظ معهم أحفظ كل يوم صفحة والتجويد أقرأوا باللوحة أو بالمصحب بالمصحب نعم أقرأ لي أعود أشرح لي كيف تحفظ القرآن معهم لا نحفظ القرآن معهم بالمصحب كيف كيف الطريقة ما هي الطريقة يعني يسمعوكم ثم يمدلكم وقت تحفظوا ومتى تسمعوهم يسمعون بعد بعد كيف طريقة يسمعوكم مثلا وش يواسو لكم الشيخ وش يواسي معاك باش جي تحفظ شي معين كيف يواسي معاك يلقن يلقنك الصفحة أما وش حال الثمن أو الربع أو الصفحة الصفحة ايه واصل يلقنك الصفحة يلقني الصفحة لماذا يلقنك الصفحة لماذا باش تجويد ايه معنى ما يتخلطش جاي يعني باش تسمع منه القراءة الصحيحة نعم في التجويد نعم ايه بعد ما يلقنك نعم حال يمدلك المدة على الحفظ ايه الصفحة يلقني بعد الغدوة نعرضها عليه يعني غدوة تعرضها عليه ما شاء الله بعدين كي تعرضها عليه زيدي لقني أخرى وتمشي ونمشي وقول لي إذا كان طريقة تلقين ثم التسميع على هذه الطريقة كيفش تكون المراجعة على القرآن كيفش تراجع قرآنك كل يوم نجيب معي حزب نجيب معك حزب وشن هو الوقت تعال الحفظ متى تحفظ ومتى تراجع نحفظ نحفظ ساعة صفحة بعدها نحضر الحزب عاود لي متى تحفظ علي نحفظ الصفحة بعدها نحفظ الحزب جيد لكن وش من وقت انتو ما تقرأوا بعد الصبح ولا الفترة الصباحية ولا كيفش مع الثمانية مع الثمانية وهذاك الوقت ماشي تعد دراسة وش وقت الدراسة هذا؟ نهار اللي ما نقراش فيه نهار اللي ما نقراش فيه صحح حتى في نهار الدراسة عندي نقل عندك؟ نقل نقل صححة والفترة المسائية وش تواسي فيها؟ نهار اللي ما نقل هذاك المراجعة؟ نهار اللي ما نقل حتى الصفحة حتى الصفحة نهار اللي ما نقل إذن عندك وقت التلقين تعال الحفظ الفترة الصباحية؟ أم المسائية؟ نهار اللي ما نقل المسائية من بعدها نحفظهم ونجبالهم الصفحة ما شاء الله سفي عندك كيلقنك الشيخ تسمعون تايا الفترة المسائية وتجيب كذلك الحفظ المراجعة ما شاء الله ننتقل إلى سؤال آخر مع علي وهو هل كثير من الأطفال يقولوا يقولوا مثلاً يقولوا باللي ما نقدروش نحفظ بلي أن الدراسة تعيقنا خليني نسمع هذا التلاوة معك ثم جاوبني على هذا السؤال ياك ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً بك الأخ الكريم الأخ من أي منطقة؟ من ولاي تقورت تقورت ما شاء الله ما شاء الله الإسم الكريم؟ خريحي صابر الإسم؟ خريحي صابر عبد العظيم صابر نعم أهلاً وسهلاً من الأخ من تقورت بالمناسبة أهل الصحراء يعني ما شاء الله حريصين على الحفظ وأهل تقورت يعني عندهم من الطرق اللي سبحان الله وبحمده حتى أنك تجد الأطفال والبراعين الصغار يتجهون نحو المسجد ونحو الزاوية في الفترة لما قبل التمدرس صحيح؟ نعم صحيح ما شاء الله أنت يا كنت من الناس اللي يعني كانوا حريصين على هذا الوقت يعني؟ نعم ما شاء الله صابر تشاركنا ابتلاوة؟ يا صابر نعم تشاركنا ابتلاوة؟ نعم شاء الله صابر استعيد وانطلق وانتبه للتوجيهات يا صابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أتركوا على أن تتهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الجنوب جاء الله يا صابر إن الله يغفر الجنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا صابر يا صابر لما توقف على إنه هو الغفور الرحيم ما توقفش على الميم هكذا أجريها شوية خليها تجري شوية إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه من قدر أن يافيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون أعيد من فضلك ثم لا تنصرون من قبل أن يافيكم العذاب بغسة وأنتم لا تنصرون وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا صابر يا صابر تقرأه بالتوسط نعم تقرأ بالتوسط نعم إذا عود يا حسرة على ما فردت قلل جيدا أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُسْتَقِينَ يا صابر يا صابر حركة الشفاه حال النطق بالحرف الساكن يعني معندو حتى حركة ننتبه لكنت وتقول لكنت لكنت أعيد من فضلك أو تقول نفس لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي أو تقول لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي أو تقول لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتْتَقِينَ نعم واصل أو تقول حين ترى العذاب لَوَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَجْرِ النُّونَ شوية مِنَ الْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَوْبَلَى قَدْ جَاءَتْ مِنَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا وَعَلَى اللَّهِ وُجُوهُمُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْتَ طِيْ جَهَنَّمَ نَسْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ شكراً يا صابر شكراً بارك الله فيك على هذه التلاوة وعلى هذا الأداء قراءتك طيبة لكن لا يخلو لا تخلو تلاوة من أي كان من نقص فالكمال صفة لله سبحانه وتعالى اتصف بها دون غيره سبحانه ولهذا نحن نوجه لما استطعنا بيانه والتوجيه له ولهذا قلت على قضية الإخفاء الإمام الطيبي يقول قال وَكُلُّ مَضْمُومٍ فَلَنْ يَتِمَّ إِلَّا بِضَمِّ الشَّفَتَيْنِ ضَمًّا فالحرف المضموم يضم له الشفاء قل غير المغضوب أما الحرف المخفوض أو المكسور يخفض له الفكر قل وَيَوْمَ الْقِيَ الْقِيَامَةِ أما الحرف المفتوح فيفتح له الفم قل الضالين الله أما الحرف الساكن لا حركة للشفاه فيه لَكُنْتُ لَكُنْتُ خلي الغنى تخرج من أنفك ولا حركة للشفاء قل لَكُنْتُ وليس لَكُنْتُ أو لَكُنْتُ فلا حركة للشفاء هذا فقط من كمال من كمال الإتقان والضبط فلابد من أن يصبر الإنسان على من يعلمه ويأخذ بيده فيوجه توجيها صحيحا فيرتقي بذلك إلى مصافي الضبط والإتقان ما عدا هذا ما شاء الله قرأتك طيبة في العموم صابر جزاك الله عنا كل خير نعود معكم إخوتي وأحبائي الكرام إلى البرعم علي علي كنت سألتك سؤال في قضية كثير من البراعم والأطفال يقولوا بالدراسة الدراسة عائق تعيقنا من قدروج حين نحفظ القرآن ما توجه لهم نصيحة وتوجيه؟ أن القرآن ينشطهم وينجحهم في الدراسة أكيد يعني القرآن باركة لكن ما رأيك في طفول صغير تلقاه مثلا يجتهد في الدراسة يجتهد لكن ما يجتهدش في القرآن ما رأيك؟ ما تنصحون تايا؟ ماذا تقول له؟ أن القرآن أولا من الدراسة القرآن من الدراسة يعني ما لازم؟ هل لازم ينظم وقته؟ نعم ينظم وقته فقط نعم يعني بالمناسبة فقط نشير إلى أن علي نتائجه في الدراسية طيبة جداً علي كيف حل معدلاتك؟ 9.73 هذا أي فصل؟ الفصل الأخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله علي معدله الدراسة في الفصل الأخير هذا 9.73 على عشرة من عشرة يك؟ نعم من عشرة على عشرة جيد ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني علي نتائجه ومعدلاته ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربي يحفظه ويصونه ومع هذا يراه يحفظ القرآن فتوجيه علي للبراعم والأطفال اللي في سنه أو دونه أو أكثر منه هو قضية توجيه الطفل لأوقاته وتنظيمها فقط يعني لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أنه يغفل هذا الجانب يعني الأمانة الكبرى على مثل هذا البراعم هم على الأولياء لابد من قول الحق الطفل صغير لا يعرف قيمته ما يعني هو بصدده ما يقدرش يعرف قيمة القرآن ولا يعرف قيمة ما يحفظ ولا يعرف قيمة تنظيم الوقت قد يقف عليه الأولياء قد تقف عليه أمه قد يقف عليه أبوه لكن الطفل الصغير إذا أهمل وترك فإنه لا يعبأ ولهذا لابد من تنظيم الوقت ومن خلال هذا المنبر نحيي أولياء علي لأننا نجزم أنه لا ينبغي لأي طفل كان سنه يعني في الثامنة أو في التاسعة أو في العاشرة حتى 15 سنة لا يقدرش يقدر هذا الخير اللي راه بصدده ولهذا علي الحاجة اللي تقولها الأطفال لابد ينظموا أوقاتهم والقرآن عود لي يقول لي بركة وخير يعني ما يقدرش الإنسان يغفر القرآن ويقول باللي يعيقني على دراستي هكذا علي تشوف باللي القرآن بركة والقرآن من الدراسة لكن لابد الإنسان ينظم وقته فقط هكذا ما شاء الله علي نشجع فيه بش يتكلم لأنه ليس منطلقا ولعله يعني متحرج قليلا فبرك الله فيك علي معنا مكالمة ثم نعود نرجع إلى علي أهلاً وسمالكم أهلاً وسمع أهلاً 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 وسهلاً أهلاً أهلاً الحمد لله نعمة وعافية وستر الأخت من أي منطقة من ولاية دائرة العمرية ما شاء الله يعني معروف أن أهل المدية من الناس اللي عرفوا بحفظ القرآن وكثرت الزوايا في منطقتهم ما شاء الله زادكم الله وحرصا الأخت الكريمة تشاركينا بتلاوة نعم تفضلي استعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات بارك الله فيك تفضلي تفضلي استعيشة تفضلي استعيشة تفضلي استعيشة اشتركوا في القناة 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 بارك الله فيك الأخت على المشاركة لكن ننبه فقط إلى شيء مهم يعني من خلال مشاركة الأخت الكريمة وتلاوتها ننبه إلى شيء مهم هو القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ووصل إلينا غضا طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى والمتعبد والذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته يأمل الإنسان من أن يحسن تلاوته وأداءه وقراءته ولا يتأتى هذا أبدا أيا كان إلا بالمجالسة وتعلمه من طرف شيخ لا يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن هكذا وحده يقدر يستمع حقيقة ينال حظ السماع وتلقاه يقرأ القرآن كما سمعنا كثيرا ممن يقرأ القرآن فيتقنه إلى حد ما بواسطة سمعه أو يعني الاستماع فقط لكن لا يستطيع الإنسان أن يبلغ مقامات الكمال ومقامات الضبط في تلاوته للقرآن إلا بمجالسته وهذه المشافهة يعني أن يسمع القرآن أو أن يسمع شيخا فيوجهه ويعلمه ويسمع منه ويرى القراءة الصحيحة فأرجو من خلال الأخت الكريمة التي شاركتنا التي ستبان باللي ما شاء الله قراءتها ستحصل على نسبة معينة من هذه الأحكام وقراءتها طيبة أن تواصل ولا تقطع تواصل تعلم القرآن على يد شيخ أو شيخة أو لا تحتقر أي أن كان حتى ولو تعلمت على يديه يعني شيء البسيط إنما العلم بالتعلم والصبر عليه بالتصبر ونسأل الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة الأخت يعني شاركتنا ومن ولاية مدية من دائرة العملية أن يفتح الله عليها وأن تواصل ولا تقطع فقراءتها طيبة لكن لا بد من المواصلة فكما قلنا وأسلفنا الإتقان مراتب نعود إلى البرعم علي شاركتنا في حصتنا ونتم من المتتبعين إلى برنامج الماهر وما هو الحاجة التي تحبها في البرنامج أن نسمع القراءات ونتعلم منه نعم تفضل ولي علش تحب تتبع برنامج الماهر وش الحاجة التي تحبها في البرنامج تحب تشاركنا بتلاوات أنت لماذا شاركتنا بتلاوات لأنك تتبعها وتشوف الناس يشاركونا بتلاوات وش الحاجة التي تحبها تحب تشاركنا دائما تحب دائما تحضر معنا وش الحاجة التي تحبها سوف نحضر معكم من تايب ما شاء الله أهلا وسهلا بك يعلم الله أنه والله لما استمعت إلى تلاوته فشدني شدني هذه التلاوة من هذا البرعم لما قلت لما علمت باللي هو طفل صغير يعني برعم صغير شدني إلى تلاوته هذا الصوت والأداء من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج نرجو أن نقول ونبعث رسالة أن النجومية والسطوع هو في هذا الطريق دون غيره لا شك دون غيره لا شك فأردنا أن يحضر معنا علي بن تركي هذا البرعم الصغير إلى هذا البلاتو كي يكون قدوة للبراعم حتى يواصلوا على هذا النهج وعلى هذا الطريق وأهلا وسهلا بمن شاركنا وبمن يعني كان له شرف أن يحضر معنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يوفق أبناءنا وبناتنا وكل إخواننا وأمهاتنا وآبائنا في هذا العمل المبارك علي خلاص البرنامج وش الحاجة الأخيرة التي تقولها؟ أن وصل السلامة إلى جميع العائلة العائلة ومشايخك ومشايخ ما شاء الله الله يبارك فيك يعني لا ننتظر من علي إلا هذا الجهد القليل وهذا اللي ربي بارك له فيه لكن ما يناله من خير أعظم وأعظم وأعظم فمن خلال هذا البرنامج نقول زادك الله حرصا بارك الله لك في أوليائك آبائك وأمهاتك بارك الله لك في شيوخك زادك الله حرصا الله يبارك فيك وربي يجزيك على تلبية الدعوة ليجيتنا من وادي سوف إن شاء الله ربي يجعلك من الصالحين وربي يجعلك لسان صدق في الآخرين في الأخير أشكر كل من ساهم معنا بالنصيحة والمشاركة بالتلاوة في هذا البرنامج وأشكر كل الطاقم اللي راه هو وقف معنا واللي راه هو يوصل لكم هذا البرنامج كي تشاهدوه في هذه الحلة الجميلة